ثلاثين مع الحضراتكم أيضا طيبين وعلاموا عيد الفطر وكل السنة وكل المصريين بخير كل السنة طيبين أنا عبد الرحمن المحمد بهنى أصحابي وز orthogonalي وعائلتي بالنسبة تعيد الفطر المبارك أحب أنيه كل الأمة الإسلامية بحلوله للعيد الفطر المبارك وأحب أقول لكم المصريين وكل السلامت فطيبين وإن شاء اللهاء وخل được سعيد عليكم وكلكم أنا أحب أنيها بلدنا كلهاور مسلمين ومسيحيين وأقول كل عام وحضراتكم بخير وطبعاً دي من الأوقات الجميلة بالذات النحن جيم برضو مع عائل الإخوة المسيحيين فدي كانت فرصة جميلة برضو إن احنا نزود الودنة بنا ونهنق بعض كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب يكون بخير علينا وعليكم كل سنة وقصة المسرية كلها طيبين وبخير نحوض مع عائلتي بقى ونحوض نسقي الكحك والبسكويت وبعد كنا نزل صلاة العيد وببدأ بقى يوم الاعتيادي مثلا لو براجع على حاجة للدراسة بتاعتي بعد كلا أبدأ أنا أجمع عائلتي وزميلي والروح الجناية أنشطتي مع أسريتنا الوقت أننا بحافظنا بجمع معاهم مثلا يعني في معظم أيام اللي التمالي أهد معاهم عشان ندخل على بعض البهجة والسروب الأيام ديت وبحاول مثلا أخدهم مثلا نتفسح في مكافي جنينة في نروح جنينة الحيوان نصور الحياة دي وكلا هو يعني ما عنديش حاجة سبتة أو يعني حسب كل اللي أنا عايز بعمله مثلا أروح كنينة مثلا أروح معاهم مع زميلي نخلو كلا مثلا نواض مع بعض وهكذا هو الصراحة مع كل سنة الموضوع بيتطور أكتر مثلا مثلا من نظافة جنانت والسنة مثلا بيدخلوا أنواع جدا من الظهور في الحضائق فيها جديد تظهر في بعض الأكشاب بلاقيها بالليا مثلا بتساعد زاوي الاحتجاجات الخاصة عشان برضو إيه يعني برضو الناس ديت هم برضو وليهم أهمية في المجتمع وبنحاول نحن نحافظ عليها أتمنى طبعا أن كل يكون كلنا ساعدة وندخل البحجة على بعض ونشأ أي مشاكل بيننا كلها أيام فرح وإيد نقوص غريبة معنا شوية هي بتبدأ طبعا زي أي حد بنروح نصلي العيد بنرجع نقول لنا شوية تكحكي مثلا شوية باللبن الكلام ده كله بنضطر طبعا ننام شوية عشان بتبقى فيه تحضرات أكيد للعيد وتروياءات طبعا بتاعت البيت والكلام ده كله بنروح ننام شوية نصح مسلا على العصر نبتدي نشوف الأنشطة اللي انا عنا نعملها سواء نخرج نروح مسلا للسينما نروح النادي أيا كان بعد كده بنخلص يومنا طبعا نتعشع ونرجع طبعين خالص وبتبقى في البقية الأيام بتبقى على حسن ممكن نسافر مثلا البلد عشان هنالألة بتاعتنا من سواج وكده فبنسافر نقض مع أهلنا شوية نزورهم نعمل عنشطة مختلفة حتى لو ما نسافرناش البلد بنشوف مثلا مكان نسافر فيه طبعا نحن دلوقتي يعتبر في الأجواء صيفية فنروح مسلا تفسع اسكنرية فيه تحضرات للبسداد في العيد بيبقوا مهتمين جدا بالحاجات دي بيبقى فيه أمن أكتر بيبقى فيه نظافة أكتر بالحضائق هي طبعا دائما بتبقى نظيفة بس يوم ما بيبقوا فيه تحضرات عشان بتبقى فيه طبعا ضغط فترة العيد دي فبيبقى فيه دائما المتابعة أكتر في الحضائق والأماكن العامة عموما اللي هو بيتردد عليها المصرين كلهم في فترة العيد أنا بغني صحابي طبعا بحلول العيدة الفترة المبارك وأيا كان سواء معي في التمرين في النادي في الكلية وقول لهم إن شاء الله تبقى دائما في أحسن حال ومنشوفش فيكم حاجة أكيد وطبعا بغني اللهم الإسلامية كلها والمصرين عموما بحلول العيد وإن شاء الله تبقى أجازة سعيدة لهم ويبقوا دائما في أحسن حال أنزل أصال العيد مع أهلي وأصدقائي وشايف أن ديت مثلا من أهم الأوقات لزيادة الود والتواصل ما بيننا وبين بعض بالذات إن إحنا مثلا بنبقى مجغلين مثلا فيه المجغول في شغله ومجغول في دراسته فشايف أن ديت الأجازة هي أهم وقته أفضل وقت إن إحنا نزود الود والتواصل ما بيننا بالذات إن إحنا في خلال الفترة أخيرنا ما كناش بنكتمع كتير كل واحد طبعا مجغول في حياته ممكن مثلا بعد كده بعد ما خلت الصلاة العيد بنكتمع أنا وعيلتي مع بعض ممكن نفضل قاعدين مثلا وبالليل ممكن ننزل نخرج شوية بعض مثلا الجنائين حضقة من الحضائق العامة أنا شايف بصراحة إن ديت المكان هو الأنسب إن إحنا نخرج فيه بالذات الحضائق ديت دلوقتي بقت مكان كويس وشايف إن هي بقى فيها تطوير وبقت أنضف بكتير وإن هي بقت المكان المناسب بالذات مثلا للخروجات العائلية تحديدا يعني أنا بصراحة أحب أحني مصر وكلها وبالذات مثلا تحديدا أهلي جميعا أخويا وأختي ووالدي ووالدتي أحب أحنيهم جميعا وهني برضو جدتي وأحب أهني جميع صحابي بمناسبة عيد الفتر السعيد وأحب برضو إن أنا أهني جميع برضو إخوات المسيحيين بمناسبة إن كان عندهم عيد القيامة من فترة قريبة وربنا يسمي عيد علينا الأيام دي بالخير وتفضل بلدنا كلها في سعادة وود العيد بيبقى فرحة وبهجة لنا كلنا وبيبقى سعادة لكل العيد بنحب نقضي فيه أحسن الأوقات وأمتع الأوقات بنحب نقضي فيه وقت الفرح والسرور والبهجة العيد هو اليوم اللي بنستنى بعد رمضان عشان نقضي فيه أيامنا الحلوة مع العيلة والأسرة مع صحابنا بنصلي صلاة العيد في أول يوم العيد ونروح نسلم على الأهالي والصحاب والجمان نوزع عليهم الكحك البسكوت نوزع عليهم الأكل الحلو والكل الخير اللي عندنا نوزع على الناس نخرج مع صحابنا نخرج مع أباربنا نركب سفن في النيل والجنين نروح الجنين نروح الأماكن الحلوة دي اللي الدولة دلوقتي تعتبر موفرها بشكل كامل وبشكل يعتبر أساسي ما تقدرش أنك تقول إن ما فيش جنينة في أغلب الأماكن الموجودة دلوقتي فيه جنين في كل مكان يعتبر وفيه سفن في كل مكان ودي حاجة جميلة جداً وده شيء جميل يسعدني ويسعد الجميع وكل سنة وحضركم طيبين كل سنة وأهلي طيبين والأسوة الصعيدة والدتي والدي وأخويا طيبين كل سنة وأصحابي كويسين وبخير وبصحة وسعادة يا رب وكل الناس اللي في مصر وفي جمهورية مصر العربية يا رب يكونوا بأفضل وقت يمر عليهم هو يوم العيد وأيام العيد التلاتة يكونوا أفضل وقت يعد على مصر وجمهورية مصر العربية كلها العيد نحن الحمد بالسنة طبعاً من السنة للسنة طبعاً علشان يطلب تلف العيد وعشان الفرح تتلعيد طبعاً إلى هالي بتتجمع والغريب بيأخد أجاسه وبييجي يقعد مع حبايه ومعد مع قريبه وأهله كل سنة والأسر المصرية وكل الناس بخير إن شاء الله وأتمنى العيد إن شاء الله يعود على كل الناس بالخير والسعادة خلصنا 30 يوم الفرحة والسعادة طبعاً بشهر رمضان والاستمتاع الدائم طبعاً بصلاة الترويح وصلاة الجماعة بكل أنواع وصلاة التهجل فاخر 10 أيام ونختم فرحتنا طبعاً بفرحة العيد الحمد لله أنا عن نفسي مثلاً عن نفسي والدي ربنا سيب الخير طبعاً معاودنا دائماً كل عيد اللي هو لازم العيلة كلها يفتروا مع بعض الكحك والبسكوت طبعاً كل عيد دائماً هالي كلنا نتجمع ونوضع لكلنا تربيسة واحدة نقوم نفتر كلنا ونفتكر طبعاً أي منها الجميلة مع بعض ونفتكر طبعاً والدي والدتي قامهم الجميلة طبعاً مع أهلهم أما كانوا قدنا وصغر مننا وبعد كده طبعاً كل واحد فينا بيرايح شوية عشان طبعاً التعب بتعليهم كله وبعد كده ننزل أنا عن نفسي مثلاً والدي طبعاً مع ويد إنه دائماً يخدني بدان التحرير يفسحني شوية مثلاً يتمشى نروح مثلاً ممكن نخش السينما مثلاً على حسب الأيام ساعتها يعني على حسب الظروف والدي مثلاً مساد لوي يشوف مثلاً عمي بقاله كتير جداً ما شوفوش بسافة مثلاً بره فوحش هو نفسه يتكلم معا نفسه يأخذ بالحوض نفسه يحس معا بكل الأحساسي كان بيحس بيها هم مصغرين دائماً هم دائماً مع بعض نفسه يحس دائماً بأن أخصرته لسه موجودة منه بغضة نظر عن وفاة جدي وجدتي ربنا الحمام طبعاً يعني للعية لسه متمسكة ولسه مع بعض ولسه فاكرين القيم وممبادئ ولسه من ربي على الأجيال طبعاً أجيال الجاية والأجيال اللي بعدها واللي بعدها إن شاء الله وإن شاء الله اسم العيلة طبعاً يكون خالد لعمر كله وأنا طبعاً أنا أهني كل أخوات المسيحيين طبعاً إخواتي وأخوات المسيحيين بالخير والسعادة طبعاً إن شاء الله عيد يعودوا عليكم بالخير والسعادة لكم إن شاء الله وديه طبعاً بشرة إن الأعادين يجوا مع بعض ودي طبعاً بتوحي طبعاً بالوحدة والوطنيين اللي طبعاً ما بينا من بعض من زمان التاريخ طبعاً بيذكرها إحنا دمان وقفين جابا بعض طول الوقت الباب في الباب على طول فكل سلامتوا طيبين طبعاً وإن شاء الله طبعاً العيد يقعد عليكم بالخير والساعدة أنا ببدأ العيد بتاعي بأن أنا بروح بصلي العيد وما بنخلص بنقعد أنا وقصرتي كلنا نبدأ نحس بقى أجواء العيد وإن إحنا مش طايمين بعد شهر رمضان لحد مثلاً كده وقت الظهر بعد كده بنروح كلنا على أي حديقة عامة مثلاً وطبعاً يعني الحمد لله الفترة اللي فاتت ديات الدولة كانت عاملة جهود كبيرة في الطرق وفي الحضائق العامة فديكة يعني الحمد لله بتسهل علينا إن إحنا نروح وإن يجيب راحتنا من يعني ما فيش زحمة أو كده بس بنقعد بقى في الحديقة وكده ونبدأ نحس بقى بالأجواء العيد وكذا أحب أهني الشعب المصري كله بمناسبة العيد ولهم كل سنة ونطايبين وحاولوا لأنتوا يعني تنبستوا وتأضوا التسعيد يعني إن شاء الله أحب أهني والدي والدتي وأصدقائي طبعاً في كلية وفي برة كلية وخالاتي وعماتي وكل أسرتي يعني بس كل سنة ونطايبين ترجمة نانسي قنقر